السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاب 24 نعتذر عن التأكير لبعض الأعطاء بالتقنية بعد انقضاء أجال الطعون البارحة وإعلان الهيئة الانتخابية اليوم الأستاذ قيس عيد رئيسا فائزا في انتخابات أكتوبر 24 وفي ظل تنامي الأصوات الرافضة الاعتراف بما صار الانتخابات ونتائجها وكذلك في ظل تملم المواقف بعض الأحزاب وبعض الشخصيات من الأمر نسأل إلى أي حد أضعفت المشاركة 28% رسميا 28% هم اللي شاركوا في الانتخابات إلى أي حد أضعفت المشاركة الضعيفة الانتخابات أكتوبر أضعفت الموقف الرسمي والمبدئي لغالبية الأحزاب والتونسيين هذا موضوعنا الرئيسي ولكن ضروري باش نمر على أخبار أربعة كما قلت الخبر الأول هو وارد عنه كانت توصي فريق الأنباء سليانا صدور أحكام ابتدائية بسجن مترشح لانتخابات أكتوب 24 عائش الزمال ومن معه لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر في أربع قضايا جديدة هذا بطبيعة الحال دون احتساب لـ 14 أو 16 سنة القديمة يعني قرابة 20 سنة سنناقش الخبر هذا الخبر الثاني إذن سعيد رئيسا رسميا كما قلت وفق الهيئة الانتخابية الخبر الثالث في ظل أو على عكس ما سمعنا الأيام الأخيرة في بلاتوات مساندة للنظام حكومية اللي هي أصل فيها بلاتوات وطنية أصلحة بلاتوات حكومية وبعض المنابر الخاصة المساندة لسلطة السعيد في ظلها الجو هذا ورغم كلام عن حديث التهدية البارح سنية المحامية سنية أعطوها ستة أشهر جديدة هالة غربية الناشطة السياسية اسمت بطاقة الجلب اليوم بلغنا أنه صدرت شكاية جزائية وطلب الإذن بفتح بحث تحقيقي لقبل الهيئة الانتخابية ضد الأستاذ الدكتور عبد الهب معطر أستاذ القنو دستوري والمحامي ووزير السابق وتأتي هذه الشكاية هي موجهة إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الإسئناف باسفاقس لأنه تعرفوا أنه هو محامي ضروري أن تمر الشكاية عبر الوكيل العام منه إلى رئيس فرع اسفاقس هذا على خلفية مشاركة له في حصاد 24 بتاريخ دول الشكاية نص الشكاية عندي بتاريخ 4 سبتمبر 24 قرابة الشهر التالي وتقريبا كلماتها تتهم فيه أنه استاذ معطر يقول أنه هناك إجماع وطني أن هيئة انتخابات غير شرعية وفقدت كل مصداقية هذاك علاج سيح حسين هناك إجماع وطني الناس الكل يحكيه في الشارع يقول وهذه الهيئة غير شرعية على كل كلام هذا إن كان دقيقا وغير دقيقا هذا متروك للنجل الدفاع المهم أن الهيئة انتخابية اشتكت بالأستاذ عبدها المعطر المحامي أستاذ خاندستوري على معنى فوصول يعني مجلة اتصالات خبر الرابع إثرع عاجز السلطة التونسية على وجهة دقة الجهات القضائية المتخصصة على إثبات شبهة الفساد وصريقة المعامل العام الاتحاد الأوروبي يرفع بتاريخ 8 أكتوبر منذ ثلاث أيام اسمي معز وحسامة ترابلسي من قائمة الأشخاص المشمولين بالحذر وتجميد الأموال وذكرت اللاحة المذكورة طبعا أن العزة أعلى يعني عدم إثبات وغياب حكم بات أو قراءة كافية لتحويل الأحكام الاحترازية إلى حز نهائي للمال لصالح الخزينة التونسية تون نخشو مع ضيفنا استاذتناه لومسي منصف زيد متخصص في التجارة الدولية والتنمية البشرية هذا الموضوع بدات وضيفنا كذلك سعدنا حضور الأستاذ بشر شابي المحامي نائب شعب دورة 24 أهلا ونسهل بكم أستاذ منصف زيد مرحبا أستاذ حسين ومرحبا بأستاذ المشاهدين ومرحبا بأستاذ بشر أستاذ بشر أستاذ بشر مساء النور أهلا وسأل بكم مساء النور سي حسين رحب بك وبيظيفك الكرام ومشاهدينك ورحب بسي منصف زيد كضيف مرحبا بكم وبكل مشاهدين إنما كانوا داخل تونس وخارج أنا أعتذروا دائما على التأخير هل تبدأ معاك أستاذ بشر